اسمحكم فلو ياسمين من جديد سعيدة باش نكون معاكم في فروم اليوم عنا فروم ثاني نحكيه فيه مرة اخرى على وقع التنمية في تونس على الهيكل المؤسسات اللي تنجم تدعم التنمية في تونس وتنجم تكون هي الداعمة لبرشة بيعي فين شبان وبرشة مؤسسات اليوم نحكيه على مؤسسة بشي سلط عليها الضوء من خلال رئيسها اللي حاضر بحذية ومعايا سيسامي شقرون سباح الفلك مرحبا سعيد ومرحبا مشاهدين قناة الوطنية يعيشك سيسامي شقرون انت رئيس المجلس الدولي المتواسطي الافريقي للاعمال وبالصفة هذية باش تجاوبنا على برشة اسألة الحقيقة وباش يكون عنا حوار ممتع ان شاء الله بعد قليل كريمة سيلمي مرحبا بيك اهلا وسهلا بيك رئيسة مكتب الدعم والتمكين الاقتصادي للمرأة سباح الفلك مرحبا مين نبدأ معكم نبدأ بالمجلس هذية ساعة قبل كل شي نخذ فكرة صغيرة على المجلس في حال ذاته معاك التركيبة الاهداف استراتيجية العمال متاعكم المجلس الدولي المتوسطي الافريقي للاعمال هو تأسس حديثا في 22 مارس 2022 والفكرة تأسيس متاعه هو دفع التنمية والاستثمار الخارجي في تونس وش نقوم دورنا في المرحلة هذه ليعادت البناء وتطوير الاستثمارات والتنمية الشاملة في تونس التركيبة ناخد شوية فكرة على التركيبة لانه بش نفهم شوية شكونكم انتم اللي بالمشروع هذا المجلس الهيئة المتاعه والتركيبة فما رئيس فما ثلاثة نواب رئيس كاتب عام كاتب عام مساعد أمين مال وعضاء اللي يهمنا هو لكاسكيت انتاحهم سيسامي يعني أصحاب مؤسسات أنتما معنا من الداخل تفهموا الواقع هذه الاقتصاد اللي أنكم أنتما بذويتكم معنيين به عن قرب بطبيعة هو هو المجلس يعني نجم تقول في عديد الأطراف الموجودة في الهيئة عن سي الحبيب الدوس رجل أعمال عنده سبع عشر عام يصدر الزيت الرفيع لأمريكيا وسي جمال العمير يزد رجل الأعمال في فرنسا في أوروبا وعلى مستوى أفريقيا عن سيلياس سايد زد عنده شريكة والترانزيت اللي همنا هو أنكم لكلكم المتدخلين سيسامي في المجلس هذية واللي تعطيو اقتراحات وتعطيو بدائل لكلكم غيرتا على الوضع الاقتصادي اليوم اللي تعيشوا برشا مؤسسة تونسية أهم هدف تشتغلوا عليه في خصوص المؤسسة هذية للدفع مناخ الاستثمار ككل شنوه الأهم يعني دفع هو ومجارة تطور الموجود في الدول الأخرى نظرا لأن تونس هي موقحها ممتاز احنا تسمية حتى على المجلس عملنا متوسطي إفريقي نعرف وأنا الأصل لتسمية متوسطي هي قرتاج كانت هي المسيطة على التجارة في البحر المتوسط وبالتالي احنا تونس زاد عمقنا إفريقي احنا بالنسبة لأن احنا إذا كان نحب ندافع الوحيد هو أن تونس ترجع تسترجع الإشعاع متاحة تاريخي تاخ مرحلة تنجم تطور مكانياتها حسن الاستغلال ثروات متاعنا الوطنية وهو معتها كما نقول مشروع مجتمعي كامل أنا السؤال يطرح سيسيم يقولك عليش معناها في مارس عليش خممته في هذا في مارس لماذا يعني هذا يهمنا برشا ديما في انطلاقة المشروع هل ربطا بالظرفية الاقتصادية المرط بها تونس هل لأنه بالمؤشرات والإحصائيات مرة أخرى مؤشر التنمية دون المأمول يعني يعني اعطيني شوية الفلسفة اللي وراء أحداث المجلس هذه المجلس هو نتاج أفكار تبلورت في الماضي يعني قبل ما التسيس للمجلس نظرا لأن حبينا يكون فما مجلس يقوم بدوره كيف ما يلزم خاطر كي تعمل أنت مجلس وما يقوم شو بدوره يقول يبعد على الأهداف متاعه السامية نحن حبينا نعمل مجلس ذي هو نظر لني أننا خذنا التجارب قبل وفي المجتمع المدني شاركنا قبل في جمعيات في تونس وفي الخارج وكنا كما قلت أنت يعني هي متنوعة التركيبة فما يخدم في المجتمع المدني فما في رجال أعمال وفما نساء أعمال رجعت لك لأنه اليوم هذا هو الريهين مش نبدأ معناها واضحين رهيننا اليوم في العالم أجمع وفي تونس بشيفة خاصة هو رهين اقتصادي درجة أولى كريمة أنت زد صلب المجلس ولكن خذيت منحة خذيت التمكين الاقتصادي في علاقة بالمرأة أي مرأة معنية اليوم بالتمكين الاقتصادي أي مرأة معنية بينا حبيت أن قل لك حاجة كوني أنا متكونة أكاديمية نساء قياديات من أجل حوكمة مدمجة وإدماج المرأة في المجتمع التونسي وتغيير إيجابي كنت رئيسة المكتب دعم وتمكين الاقتصادي المرأة بش نخلق فرص هي الفرص موجودة لكن بش نحاول نذل الصعوبات اللي تعرضت لها صاحبات المشاريع الناشئة وصاحبات مشاريع الصغرى والكبرى كيفاش وقتش تدخله بش نفهم وقتش تدخله هل تدخله وقت اللي الحلم مازال مشروع مازال في الحلم مازالنا ما بدينيش وإلا تذل الصعوبات في السنوات الأولى وإلا المرافقة على امتداد المشروع نفهم شوية تفاصيل هذي هو الحاجة إذا أنت ما تخطلها شي وما تعملش برمجة وما تعملش استراتيجية ما تنجمش توصل الهدف متاعك نحن الهدف متاعنا شن هو بش تصير نقلة نوعية في التغيير النسائي في الاقتصاد التنموي للبلاد التونسية داخل وخارج تونس بتبع فما حاجة اللي نحن نتميزوا بها كونه حتى المكتب التنفيذي للمرأة خلق خالية اللي هي تتمثل في الإحاطة النفسية لصاحبات المشاريع معناها عنا نحن استراتيجية معينة تخول لنا بش نستعمل كل آليات والمهارات اللي تتمكن بها المرأة التونسية بش تدخل في السوق التونسية وخارج السوق التونسية ممتاز ونعود نأكد اللي هو بصيفة مجانية بصيفة مجانية بصيفة مجانية بصيفة مجانية يعني مجانية نروا هذية كلها خدمات بش تنجموا تعملوا هالإحاطة بالمرأة هذا هو وانا فرحانة برشا بالمناسبة نحن حديثي الولادة لكن لقينا استقبال كبير واستقطاب كبير من نساء النساء الأعمال بتبع عملنا شراكات داخل تونس وخارج تونس مع ليبيا ومصر وان شاء الله استقطاب حتى النساء الأعمال اللي عندهم مشاريع وينجموا ومزيدة يعطيهم الخبرات تمتاحهم كنجموا نقول للبعثات الشباب رجعت لك كريمة سيسامي أنا اللي شد انتباهي هو أنك أنت تعرض عديد الأهداف لحقيقة قديم المجلس وانت تعرف أنه الرهانات ليست بالسهولة اللي نحكي بها يعني اليوم هي رهانات دولة دولة بها يكلها وصاعات ما نقولش ما هيش قادرة ولكن طلقى صعوبات في تنفيذ برشا رؤى وبرشا أهداف دون ماذا تبدأوا أنتوما أحنا المجلس هو كما قلت لك من جملة الأطراف اللي بيشتدفع في التنمية الدولة عندها دورها عند الإدارة عند الإجارات الإدارية الديوانية التسهيلات البنوك التمويل فمشاريع متع وزارات موجودة أحنا في نتاق دورنا اللي هو حسب قانون الجمعيات نقدم نقدم حسب الأهداف لكن في إطار قانوني وإحنا قاعدين مثلا نعطيك مثال نعمل إطار زداد نقطر البعثين الشبان كما نقطر المرأة العام لزداد فالنباعثين الشبان بصفة عامة يجيونا ويقولون نرى ما نجمنا نعمل كل مشروع فلاني ما نعناش الضمانات الكافية وما نعناش شروطه الكافية نحن نحاول باش نسهلوا تسهيلات الإدارية نتصلوا لإدارة لإدارة هي تقوم بدعوتهم وتشوف إذا كان في محل تدرج بشي يعمل باعث المشروع متاعه أو يحاولوا باش يكونوا مثال يعني مشاريع جماعية دونك تذلون منتما الصعوبات في علاقة بالإدارة التونسية واللي نعرف احنا في بداية في ولادة كل المشروع يعني ساعات تكون هذية مهربة تهرب معناها كغيم ما تهرب البيعث من أنه يكمل المشروع تحبط العزائم تحبط شوية العزائم احنا شجعوهم تحبط شوية ثقافة قانونية للبيعثين هنا احنا نقول لك حاجة اخرى المجلس فيه مكاتب تنفيذية متنوعة عنا مكتب المدام كريمة هي رئيس مكتب الدعم وتمكين الاقتصادي عنا مكتب شؤون قانونية ونزاعات عنا مكتب العلقات الخارجية وتعاون دولي مكتب لحاتب المؤسسات ومكتب الاعلام والتوثيق سينابيل هاني هو رئيس مكتب الاعلام والتوثيق المكاتب ديها كل وزدها المكتب للمصدرين الموردين كل المكتب عنده اختصاصه اي ملف يجي يتعدى على المكتب هذك هو ويدرسوه بالتفاصيله حسب الاثر القانونية وحسب الحلول الموجودة مع الادارات التنسية احنا نستبشر بوجود هيكل ومجلس كيف ما هذية اكيد حديث الولادة ولكن بالتبعه احنا ديما نحب انه يكون فاعل وذو جدوى ويكون عنده رجع الصاداء الجيد كيفش مش تشتغلوا على المستوى الدولي والافريقي سيسامي وهنا سؤال لكم زوز يعني اليوم انتو ما تطرحوا اهداف مش مش تغير الواقع الهناء فقط يعني على ارض الوطن ولكن ايضا تسعاوذ هولي لشراكات مع الدول الاخرى احنا بالنسبة لي نحنا في المجلس والحمد لله معناتها اتصالات احنا نستو في المجلس وفهم اتصالات دولية بدأنا والحمد لله في تصلوا بنا رجال اعمال الاجانة يحبوا يستثمروا في تونس وبالتالي حبينا نمشي على فكرة معينة احنا هي انه نكون عنا معناتها اتصال مباشر بك الدولة متعرجة لعمالها ذاك وهو عن طريق المستشارين الاقتصاديين في بعض استفارات لتسهيل التعامل امتحهم عنا مكاتب دولية بش نأسها حاليا ان شاء الله في الامارات وفي المغرب وفي موريتانيا وفي فرنسا هي ديابة في طور الانجاز وفي طور تحذير الاجراءات الادارية بالنسبة للشراكات الموجودة والاتفاقيات عنا الوكالة الافريقية لتعاون والتنميز هذا مقترح علينا اتفاقيات شراكة كيف كيف زادة عنا مكاتب على مستوى جهوية مش نعمل مكاتب جهوية عنا في سيدي بوزيد عنا في في مستير في المهدية في سوسة في القروان يعني احنا في مرحلة هي تنجم تقول بيناء بيناء المجلس وسوس متاعه سليمة وقتش نجمه نجنيه والثيمار ماكتعرف تونسي يحب ديما يعرف وقتش نجمه نحقه نبديه نتحسه الطريق الى تحقيق الاهداف تعرف انتي انه متعطشين لبشئر سيسامي معناها تونسي اليوم معناها لنجم يغير من وقعنا هو العجلة الاقتصادية ترجع الدول صحيح فم مؤسسات دولية تصلت بنا وحلناها لدارات المعنية في الدراسات وفي المتابعة الملاشرية عمتاحها وانتصبوا في تونس هنا واخذوا اراضي وبدوا يخدموا معناتها التحذير للمشاريع عمتاحهم وفم يعني فم اقبال من معتها الرجال كريم هي تخدم معهم موجودين وقعدين يحضروا في دوسياتهم من الفاتهم في تونس يعني كريم اليوم كانت تحقق رجعت لك سيسامي ولكن هنحكي شوية على النساء يعني نحكي على الشاركات نخرج شوية من العالم معناها من البوتقة المحلية متاعنا الوطنية فهم النساء اعمال عرب ثارقة من دول اخرى يفكروا في انهم يبعثوا مشاريع في تونس صارت المبادرة منا واتصلنا بهم سيدة العمل مرغل اشاراتي فضلك صارت مبادرة وكانوا معناها مستعدين لبرامة اتفاقية شاركة ما بين تونس وليبيا ما بين تونس ومصر وبالتباع في اي مجالات في مجال تقريبا في كل مجالات خاصة كان كنت عملت اتصال مباشر بالحرفيات وان شاء الله باش نعقدوا اتفاقية شاركة مع وزارة الصناعات التقليدية وكان لقاء في 13 ديسمبر في المكتب الجهوي للصناعات التقليدية كونوا الصناعات التقليدية والحرفيات والهاندماد قادرين باش يطوروا من الاقتصاد التونسي داخل وخارج تونس تسويق المنتج تونس خارج تونس بتبع هذهك حاجة ضرورية ونجموا نطوروا ونبنيوا علاقات تمام بين الدول في تبادل التقاليد متاعنا وتبادل الاقتصاد متاعنا ومتاعهم جميل جدا الشراكات في زوز اتجاهات كيف ما فهمت وهذه ينجم كان يغير ان شاء الله من الواقع الاقتصادي متاعنا نغتمعك سيسيمي اليوم عندكم خطة تبدو لي واضحة المعالم اليوم قادرين وانه نغير انكم تدفعوا عجلة التنمية في تونس قادرين وانكم تفطلعوا بالدور هذية معضدة للمجهودات الدولة يعني انتم هنا مع مجهودات الدولة لما في خير الاقتصاد احنا واثقين من انفسنا ومن برامج متاعنا ووضعيات تخطيط استراتيجي خدمناها وقدش من عام حبيت احنا ننجح بتعاون الاطراف الاخرى وفما مسألة حبيتنا نقول لك التنمية بدون انسان منتج وينتج ما تنجمش تعمل تنمية وتنجمش تعمل تنمية مع انسان هو اصم ومحبط احنا وصلنا حتى تناقشنا مع بعضنا معناتنا خارج نيتار الاقتصاد والصناعة عملنا حتى السادة جامعين والطباء يعني يعملوا يحاطب بالانسان قبل اللي هو بشعم المشروع هو محبط احنا نشجعه كوتشين نفسي اي وموجودة وفي مكتب التكوين مكتب التكوين والتأهيل حطنا فيه يعني بند وفي التكوين متاعه نحيطه به معتها في نفسيته نشجعه وقبل كل شي باش يكون هو حاضر نفسيا ثم بعد يقوم كل اجراءات الادارية متاعه احنا واثقين معناتها تخطيطنا تخطيطنا محكم وبشي عملوا فيه مع هيكلة الدولة الرسمية هذا هو جنبا مع هيكلة الدولة الرسمية بطبيعة الحال معناه هذا هو اتحاد يخلق قوة ان شاء الله احنا يعني يعني برنامج عام كامل ونتعاون مع بعضنا باش كل الالسان يقوم بدوره باش نتيجة تكون يعني اكثر مردودية وتكون اقوى وانجح طيب على كل احنا حابينا مصفحة اولى معكم ما نجموش نطلبوكم بلحقيقة بنتائج وعملية وانتو معمركم اقل من سنة مازلنا مازلنا تسعة شهر هكيكا نحسب شوانا فهمة متقعات دولية زادة في الطريق وفهمة جمعيات في امريكيا وبشي جيل شاء الله في تونس واحنا نشكركم على البادر طيب يا عايسك احنا اللي نشكركم سيسامي نستك برشا كريمة عايسك وقدش مهم اليوم انه تتكثف المجهودات وانه تتعزز المجهودات بتعم نفس الكل باش ننجمو الكلنا نقفو التونس وغدوة ديما نقول ان شاء الله تونس خير نشكرك برشا كريمة يا حيكا الصحة شكرا لك شيسامي زادة نورتنا بالحضور وان شاء الله طول العمر للمجلس هذية وان شاء الله ديما راوكم متقلقين شكرا اشتركوا في القناة